أيها الإخوة المؤمنون في هذه الليلة المباركة التي أسأل الله الكريم أن تكون خالصة لوجهه الكريم لا رياء ولا نفاق ولا سمعة ولا شهرة فيها حيث رحل عنا رجل لا أزكيه على الله أشهد بما رأيته وسمعته منه ففي آخر اتصال بيني وبينه وهو على فراش المرض قال لي بلهجته ولغته والله يا أستاذ محمد أنا بحبك وبحب أهل القرآن وأعتقد والإنسان على فراش المرض وفراش الموت لا يأتيه رياء ولا نفاق ولا شهرة أسأل الله الكريم أن يرحمه رحمة واسعة أيها الإخوة المؤمنون قال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى لو لم يكن في العلم إلا القرب من الله والالتحاق بعالم الملائكة المقربين لكفاء وفي حضرتنا أستاذ جليل وعالم نبيل صاحب واجب نتعلم منه أصول اللغة ونتعلم منه سماحة الدين نتعلم منه أداء الواجب هو أستاذنا وتاج رأسنا وصاحب فضل علينا في التعليم معالي الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة في كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة أسأل الله الكريم أن يفتح عليه فتوح العارفين وأن يفض عليه من واسع علمه بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونصلي ونسلم على خاتم رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما قبله فالعالم العامل العامل إذا ما جمع مع علمه حسن الأخلاق ومكارمها فإن علمه يصدر من قلبه وما خرج من القلب وصل إلى القلب ذلكم هو عالمنا فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد عبد المؤمن الذي أستأذنه في أن التقط أطراف الحديث من فمه المبارك وبعد فآيات بينات تليت على مسامعنا من بعد صلاة العشاء وإلى الآن ولقد سألت نفسي ملجهة الجامعة التي تجمع بين تلاوت مولانا فضيلة الشيخ خضر من سورة الزمر والآيات التي تلاها علينا فضيلة الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الزمر أيضا طيب وكانت الإجابة إن الآيات فيها رجاء ورحمة وأنتم تعلمون أن ديننا الإسلامي دين يجمع بين النذارة والبشارة وبين الرجاء والخوف وإذا ما كانت هناك وصية أوصي بها نفسي وأوصي بها حضراتكم فإنه لا بد أن يغلب علينا جانب الخوف ونحن في مرحلة الشباب والصحة والفتوة والقوة فإذا ما دب في أوصالنا المرض أو أصابتنا مصيبة أو بلغنا من الكبر عتية فإنه يجب علينا أن نغلب جانب الرجاء على جانب الخوف ولقد قال شيخنا أكرمك الله بأن العلماء قد قالوا بأن أرجى آية في القرآن هي قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأذكرني كلام الشيخ ما فصله علماء التفسير تفصيلا فيما يتعلق بآيات الرجاء وذلك كله ورد عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من قرأ القرآن فقال إن أرجى آية في القرآن هي قول الله تبارك وتعالى ولو أنكم الظلموا أنفسكم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لكم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمة ويوه من قال بأن أرجى آية آية في القرآن هي قول الله تبارك وتعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيله ولقد سألت نفسي ما معنى هذه الآية وكانت الإجابة على لسان الصديق الأول سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حيث تلى هذه الآية وقال إن هذه الآية أرجى آية عندي في القرآن لأنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان ولا يشاكل بالرب إلا الغفران ومنهم من قال بأن أرجى آية في القرآن هي هذه الآية التي معنا قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقدطوا من رحمة الله ويجب أن نتعلم هنا شيئا وهو أن كل كلمة قل في القرآن الكريم تلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة تبارك وتعالى فلم يخلم من القرآن حرفة ولم يترك منه كلمة ولكنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة كما أمره ربه تبارك وتعالى وكما ألمع الشيخ يقول ربنا قل يا عبادي فأنتم ما زلتم عباده مع أن ما زلتم عباده مع أنكم أصرفتم في الذنوب وارتكبتم الخطايا واقترفتم الآثاب فعلتم ذلك لأنكم بشر تخطئون وتصيبون ولو أراد الله عز وجل جنسا من خلقه يعبده دائما أبدا لاكتفى بالملائكة الذين خلقوا فقط للعبادة والطاعة لا يعصون الله ما أمركم ويفعلون ما يؤمرون لكنه حين خلق البشر جعل كلا منهم كما قال سيدنا الشيخ الشعراوي رضي الله عنه وأرضاه جعل كل واحد منا قابلا لأن يفعل الخطأ وقابلا لأن يفعل الصواب وأنا وأنت وجميع خلق الله لنا أربعة أعداء تحدث عنهم القائل في قوله إن ابتديت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعناق إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي وأرى الهوى تدعو إليه خواطري في ظلمة الشهوات والآرى إذن أنت تخطئ لكن ربك تبارك وتعالى يقول لك إذا ما أخطأت مئات الأخطاء إذا مرتكبت ملايين المعاصر ثم ثبت إلى رشد وتبت إلى ربك فإنك ما زلت عبدا لله تشرف بالانتساب إليه وهنا أتذكر ما أحب أن أكيره دائما من موعظة ترقق القلوب وهو أن ربنا تبارك وتعالى قد قال إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويفكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمتي وأنا غني عنكم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوة شيء إلي من أقبل علي منهم ناديته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب أهل ذكري أهل مجالستي وأهل طاعة أهل محبة وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب الحسنة بعشر أمثالها وقد أزيد والسيئة بواحدة وقد أعفو أنا أرحم بعبدي من الوالدة بولدها عودوا قل يا عبادي الذين أذنبوا لا الذين أصرفوا على أنفسهم والصرف معناه الزيادة في ارتكاب الذنوب والمعاصي والآثام ليست هناك واسطة بينكم وبين ربكم وليس هناك عالم على ضخر الأرض يستطيع أن يصدر حكما وأن يقول إن فلانا أذنب وربه لن يقبل توبته أو لن يغفر دمه ما أعطى الله هذا الصك لواحد من المسلمين حتى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمة الرسل التبليغ ومهمة العلماء أنهم يحملون رسالات رسول الله إلى خلق الله كل في زمانه وكل في مكانه وربنا قد خاطب أعظم الخلق بقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطة إذن توضح لك معالم الطريق ومن منا لم يرتكب ذنبا ومن منا لم يرتكب خطأا كلنا جنوب وكلنا معاصم وكلنا آثام لكن هناك أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة تثبت أنك مهما ارتكبت من ذنوب ومن معاصم ومن آثام ثم أقبلت على باب الرحمن فإن ربك عز وجل لا يطرد واحدا وقف على بابه قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ما عدا ذنبا واحدا أنتم تعلمونه جميعا واضحكوا ربنا في موضعي في القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا لا تقنطوا من رحمة الله ما دمتم عشتم موحدين وميتم موحدين ينطبق عليكم جميعا قول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وحتى نستمتع سويا بتلك الأصوات الحسنة التي زينها الله عز وجل بحسن قراءتها للقرآن الكريم أختم بما أحب أن أختم به دائما من قول القائل تفكرت في حشري ويوم قيامة وإصباح خطي في المقابل ثاوية فريدا وحيدا بعد عز ورفعة رهينا بجرمي والتراب وساديا تفكرت في طول الحساب وعرضه وذل مقامي حين أعطى كتابي ولكن رجاء فيك ربي وخالقي بأنك تغفر يا إلهي خطايا راحلنا العزيز كما استمعنا كان محبا للقرآن الكريم ولإذاعة القرآن الكريم ولقراء القرآن الكريم وللمتهدين في إذاعة القرآن الكريم وللعلماء الذين كان يحرصوا كما أعلم ذلك وأشهد به على الاستماع إليهم بل كما قال لي شيخي على الاستمتاع بهم وأنا وأنتم نطمع في أن يطبق عليه بإذن الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب اللهم اغفر لراحلنا هذا ولجميع موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم راحلنا هذا وجميع موتانا وموتى المسلمين اللهم وسع لهم في قبولهم اللهم جاء في الأرض عن جنوبهم اللهم لقهم برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثكم آمنين إلى جنتك برحمتك فأنت أرحم الراحمين وشكر الله سعيكم جميعا واسمحوا لي نيابة عنكم جميعا أن أشكر راعي الدعوة الأول في محافظة المنوفية فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل أول الوزارة وزارة الأوقات بالمحافظة وأن أشكر هؤلاء الملائكة الذين يمشون على الأرض قراء القرآن الكريم الذين أتونا من كل حدب وصوب ليشارقونا في هذه الليلة القرآنية المباركة التي أسأل الله أن يجعل كل ما قرئ فيها من قرآن وما ألقي فيها من علم في ميزان حسنات عزيزنا الراحل الحاد بسند وشكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته العلم يحيي قلوب الميتين كما تحيى البلاد إذا ما مسها المطر والعلم يمحو سواد القلب عن صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه الكلمة المباركة من أستاذنا وعالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد لتولي منصور أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة في كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر بالقاهرة ورحمة الله وبركاته